السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا عن انتقال الشمس لبرج الدلو طبعا رح ينتقل من برج الجدي لبرج الدلو يوم السبت عشرين كانون الثاني يناير الساعة ثنتين وسبع دقائق من بعد ظهر يوم السبت رح تنتقل الشمس لبرج الدلو ورح تظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة أربعة وثلاثة عشر دقيقة من صباح يوم الاثنين تسعة عشر اثنين خلال الفترة المذكورة ما بين عشرين واحد لتسعة عشر اثنين بيشعروا موليد برج الدلو بتحسن بيطرق على صحتهم تدريجيا ليش؟ لان الشمس رح توصل عندهم يعني بداية اعياد ميلادهم واحنا مقولهم برضو من عنا كل عام وانتم بكل خير بعد اجتهاز فترة صعبة جدا كانت عليهم ما بين تراجع وطارد اللي كان في بداية السنة وجود الشمس ايضا في بيت متاعبهم المرحلة الانتقال لابلوتو ما بين برج الدلو ما بين برج الجدي لبرج الدلو فهاي فترة ضغطتهم بشكل كبير الان مع وصول الشمس وبداية مرحلة جديدة لإلهم فهي تعتبر بداية عام جديد لإلهم بشكل كبير فعشان هيك بيبدأوا بتدريجيا يشعروا بتحسن والتحسن هذا بيزيد اكثر لما بيجي عيد ميلاد الشخص المولود في برج الدلو يعني المولود يوم مثلا عشرين واحد او واحد وعشرين واحد او اثنين واحد بيشعروا بتحسن يعني أسرع من المولود مثلا في واحد اثنين لماذا؟ لان الشمس بتكون وصلت وعطته الطاقة وبلش هو يبدأ المرحلة الجديدة لإلوه خصوصا ايضا لما بتصادف وجود القمر في بيت مناسب وقوي لإلوه الآن بما انه رح الشمس تنتقل والشمس هي بالأساس بتعطي طاقة عالية جدا اللي بيستفيدوا منها اكثر الاشخاص هم موليد الابراج النارية وموليد الابراج الهوائية بالبداية يعني عندنا الجوزاء عندنا الميزان عندنا الحمل عندنا القوس واضعفهم وأقلهم هم موليد برج الاسد لانه رح يكون مقابلهم تماما فطاقتهم بتكون ضعيفة فبدهم ينتبهوا من هاي النقطة من العصبية من ردات الفعل السلبية اللي ممكن ترافقهم في هاي المرحلة موليد الابراج اللي هو زي برج الحوت وبرج العذراء هادولا برضو رح يكونوا اكثر الابراج اللي رح تكون مضغوطة خلال فترة الثلاثين يوم القادمة الحوت لانه رح يكون الشمس موجود في بيت متاعبهم والعذراء لانه الشمس رح يكون في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل وإله علاقة بالصحة بالنسبة لصفات الشمس بما انها لازم نوخذها لما بتكون ايجابية ايش بتعمل ولما تكون سلبية ايش بتعمل لان لما تكون ايجابية بتعطينا الطموح والصراحة والتفاؤل والجراءة والكرم والنشاط القيادة والاستقلالية اما لما تكون منتحسة فهي بتعطينا الغرور والانانية والدكتاتورية هاي اهم صفات لما انا بالتوقعات اليومية اقول الشمس سعيدة معناته الاول صفات هي الايجابية اللي بتنطبق لما اقول ان الشمس منتحسة معناته بعرف ان الثلاثة هذول الغرور والانانية والدكتاتورية هي اللي رح تكون مسيطرة عشان نميز وجود الشمس في برج الدلو رح تكون سعيدة ولا منتحسة فلازم بالاساس نعرف الزوايا اللي رح تتشكل وهي الزوايا رح تكون ايجابية ولا سلبية عشان نعرف الفترة القادمة لثلاثين يوم ايش التأثيرات او ايش الانطباع اللي رح تعطينا اياه اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تشكلت ما قبل الانتقال بيومين اللي هي زاوية تشكلت يوم 18 واحد ذروتها ولكن تشكيلها الكامل كان قبل اسبوع من هذا التاريخ يعني يوم 11 واحد ولكن يوم 18 واحد كانت ذروت هاي الزاوية اللي هي زاوية الاقتران السلبية بين الشمس وبين بلوتو ورح يستمر تأثير هاي الزاوية لكمان اسبوع قادم فعشان هيك هاي زاوية اقتران وسلبية ايضا فبتعزز التسلط عند البعض بيحاولوا فرض سيطرتهم على الاخرين تضع عقبات في طريق نجاحنا بتسبب لنا عدوات خفية كمان ها بتزيد من حدة شهوانيتنا اللي ممكن شوي يكون في بعض الضرر بالصحة او بتسبب ان هاي الزاوية امراض خطيرة بثورة ما العنف وموجهات الها علاقة بالنيران والمعادن بتدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية او خارجية وقيام الحكومة بالتعبئة ضد بعض الجماعات الارهابية اللي بتحاول زعزعة الامن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبركين والامور اللي لها علاقة بالتعري بالبيئة او بالارض اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم السبت 27 واحد وهي زاوية التربيع سلبية بين الشمس وبين المشتري فهي زاوية بتبدد الحضوض في اي مسعى منقوم فيه من ميل للعيش دون مستوانة منبذر اموالنا مننجذب للقمار للمضاربات المالية ممكن نتعرض لمشاكل مع السلطات او مع العدالة وهذا الاتصال غالبا بيسبب مغالاة في النفقات وخسارة مالية وفشل في المشاريع يعني بمعنى اخر بالفترة هاي الزاوية او بدناش نقول بالفترة ما قبلها بسبع ايام وبعدها بسبع ايام يعني ما في داعي للمغامرات المالية الغير مدروسة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية رح تكون يوم الخميس ثمانية اثنين زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين اورانوس هاي زاوية برضو خطيرة جدا بيتمرت بعض الاشخاص وبيتصرفوا دون اكترات للعواقب كما انه بيتمرت بعض الابناء على اهاليهم غالبا بتحدث بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات في مثل هاي الوضعية بيتزيد من عنادتنا واندفاعنا واليعني من طالب الاستقلالية الشديدة والغريبة ايضا بتجعلنا نقطع في احكامنا ومنعرف نوع من انواع التحولات العنيفة في حياتنا من ميلة المبالغة في تقدير قوانا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لتواعكات قلبية او تشنجية بتدل على تغييرات او ازمات مفاجئة في حكومي ما واحتمال اضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبرضو بتدل على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث الها علاقة بالسك الحديد طيب الآن بما ان اخذنا صورة والصورة هاي يعني طلعت فيها كلها زوايا سلبية رح تتشكل اذا الشمس رح تفقد كثير من طاقتها اثناء وجودها في برج الدلو ورح يكون لها اثار سلبية يعني انا الآن رح اذكر الايجابيات ولكن انت برضو نفس اللي انا بذكره بالايجابيات دك تحتاط منه بما هو عكسه يعني اذا قلت انت الفترة هاي رح تزيد علاقتك مع الاحبة اعرف انه برضو ما تعصب على الاحبة واحذر من المشاكل مع الاحبة واشياء من هذا القبيل يعني انا بعطيك الايجابي وانت خمن السلبي لحالك برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا انه الشمس رح تدخل على بيت الاصدقاء فهي بتعطيك القدرة على اكتساب الاصدقاء والرغبة في تنظيم ندوات او تجمعات او تنظيمات مثلا او منظمات او ممكن هيك اكتساب العملاء والانصار من حولك وبتنجح بشكل كبير ممكن تلتقي باصدقاء لم تراهم من فترة طويلة ممكن تأسس العمل مع احد المقربين منك يعني هو شهر في نجاحات اجتماعية وبتقدر تعزز سمعتك ومكانتك في الوسط المحيط لا اليك وفي بعض اللقاءات اللي بتجعل من اسمك ينتشر اكثر بين الناس استفيد من هاي الفترة ولكن احذر من اللي بيحاولوا خدعك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا الشمس راح تكون في بيت العمل وبيت المسؤولين عنك ومنعتبروا احنا بيت الترقيات وبيت السمعة فعشان هيك بالنسبة للك ما راح تكون مهتم بشكل كبير جدا في تقديم صورة للاخرين بالشكل الامثل ممكن تبالغ في ذلك شوي بتعمل على الدفع بمصالحك للامام لا تثبت قدراتك او انك تحقق انجاز للأعمال على اكمل وجه بتكون مدير ناجح في هاي الفترة ولكن حاذر من المبالغة في فرض القوانين لانه تأثير الشمس يعني شوي بيعطي نوع من انواع السلبية للك فما تبالغ كثير حافظ على سمعتك ممكن تتعرف على صديق جديد بيكون لك او بيكون له دور فاعل في حياتك الفترة القادمة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا دخول الشمس لبيت السفر فهذا بدل على الاهتمام بالسفر بالدراسات العليا بالاشخاص اللي بدهم يهاجروا او بدهم يقدموا طلبات للهجرة بتفتح لهم مجالات كبيرة يعني بتفتح امامك طرق واسعة للسفر خارج البلاد ولسيما ضمن اغروبات سياحية او منظمات رسمية او حكومية وبرضو بتعطي فرصة مهمة لتوقيع عقود عمل في الخارج او الحصول على قبول جامعي في احدى الجامعات العالمية كثير ممكن يقدموا لك يد العن والمساعدة في هذا الوقت ورح تكون نشط بشكل واضح في الاتصالات الخارجية التجار تعطيهم فرص مهمة لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير والحصول على وكلات تجارية حقيقية ومنافسة في هاي الفترة برضو اللي بكون عندهم قضايا قضائية ممكن يعني ياخذ مجراء بشكل علني وقطعي يعني لصالحك ولكن دون ما تهمل اوراق ومعاملات قانونية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان لا شك ان وجود الشمس رح تكون في الدلو مش الموقع المريح بالنسبة للك فهذا الشيء شوي ممكن يركز على الاموال المشتركة اكثر بعطيك فرص للقروض للتعويضات للامور المالية ولكن انه برضو بيأثر على الصحة والمشاكل البيتية طبعا بعطي ايجابيات حقيقية بتجيك زي ما حكينا من مكاسب مالية لاسية ما عن طريق اموال منقولة او ارث او نقل ملكية او هبات او من الزوج او من الزوجة او تعويضات وظيفية او اموال مشتركة او حل قضية تأمين او ضريبة او اشياء من هذا القبيل ويمكن القيام بعمليات بيع او شراء تتعلق بالعقارات بشكل ناجح برضو بتحس بوهن او تعب او عدم رغبة في القيام باي عمل بتحس ان طاقتك ما زالت مش بكامل عطاءها حاول انك تخلد للراحة وحاول انك تهتم ببيتك وتبعد عن المشاكل ايضا برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا دخول الشمس لبيت الشراكة اللي هي الشراكة المالية شراكة العاطفية بتفتح مجالات جيدة وللعمل المشترك برضو بتعطي طاقة اعلى خصوصا العمل اذا كان معك شريك فيه او بساعدك شخص فيه دخول الشمس لبيت الشراكة بيمنحك القدرة على النظر في علاقتك العاطفية او العملية نظرة منطقية بعيد عن الرؤى والاوهام بتصير واضحة بتحاول التفكير بشكل جدي او ضبطها والابتعاد عن كل ما بثير الشبهات او الشكوك حول طبيعة علاقتك بتفتقد هذه الفترة للحميمية والدفئ في التعامل مع الشريك العاطفي لانه بتصير عقلاني اكثر وطاقتك ضعيفة لكن وجود الشمس رح يفيد في امور شراكتك العملية لانها رح تعطيك الشكل المنطقي اكثر واللي بيعتمد او اللي يعتمد ما بين الشركاء بتعمل على وضع الامور او حط الامور او وضع الامور في نصابها الصحيح ممكن تصاب بخيبة امل او باحساس بالفشل ولكن لا تبالغ في هاي الامور لكن رغم يعني انه الشمس شوي رح تعطيك بعض الامور اللي لها علاقة بزواج او الاشخاص العزاء بدهم يرتبطوا او يبدأوا بشراكة جديدة ولكن انتكوا تحذروا من العصبية والانفعال والتهور وايضا القرارات اللي ممكن انها تكون مش لصالحكم بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا دخول الشمس لبيت الصحة حكينا انه مش المكان المناسب وانت من الاضعف الابراج رح تكون في المرحلة هاي فتعمل على تعزيز علاقاتك بزملائك بالعمل الظهور بمظهر القائد المنظم اللي ممكن تحترم كلمته بين الاخرين بتلاقي او يلقى على عاطقك الكثير من المهام والمسئوليات الجديدة بتحس في بعض الاحيان انه العمل بتراكم وانك مضطر تعمل لوقت اضافي زيادة عشان تنجز هاي الاعمال وبعد مرات بكون ما فيه تركيز اساسا لانجاز هاي الاعمال بتكون مسؤول هاي الفترة عن اشخاص غرباء عنك اطفال غالبا بيكونوا يعني انتبه لصحتك بسبب ضغوط العمل اللي ممكن تظهر على شكل اعراض مرضية ولا سيما الامور اللي تتعلق بالعمود الفقري وبرضو الاهم من هاي النقاط حاول انك يتدقق باعمالك واذا شعرك بشيء غير اعتياد يتراجع طبيبك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا الشمس رح تمنحك طاقة عالية جدا بما انها في البيت الخامس اللي هو الدلو فرح يعطيك القدرة على التقرب من الاخرين واكتساب مودتهم عندك الفرص اللي رح تعطيكيها على المستوى المالي على المستوى الفني على المستوى العاطفي على مستوى الترفيه على مستوى التجميل على كل المستويات حتى على مستوى الحمل والولادة والافراح يعني الفرص رح تكون كثير الى الى كثير بيحاولوا انهم يتقربوا منك او كثير بيبحثوا عن علاقة ارتباط حقيقية بتكون هاي الفترة هاي الفترة هي الانسبة بالنسبة لالهم المرتبطين برضو بيعززوا علاقتهم العاطفية بيدفعوا فيها للامام بشكل ايجابي ممكن تمر يعني خلال هاي الفترة بعض الامور الغير مريحة زي ما حكينا لانه في زواهية ايه الها علاقة بالضغط المالي او الها علاقة بالعصبي وفرض السلطة على الاحبة انتبه من هاي النقطة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب يعني وجود الشمس في الدلو هو البيت الرابع لا اليك يعني التركيز رح يكون على البيت وعلى العيلة وعلى احداث عائلية يعني وهي زاوية التربيع مع برجك طوانا فيها تأثيرات سلبية درجة شحطة هيك منزيدها بتحس بالرغبة بالانعزال والهدوء والابتعاد عن الناس بتشعر بعدم الرغبة بالقيام باي شيء بتسأل نفسك احيانا عن السبب الجواب يا عزيزي انه الوجود الشمس مش مناسبة لكن هذا شيء ما بيمنع من وجود بعض الاثار الايجابية لاسيما في مجال العقارات الأرض الأراضي البيع الشراء استئجار بيت جديد تنقل من بيت لبيت او افراح عائلية او مناسبات او احداث ان كان ايجابية او سلبية او ادخل تحسينات على المنزل او ضبط الامور داخل البيت برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا الشمس دخولها للبيت الثالث لايلك لدلو فهذا شيء بيعطي طاقة ايجابية عالية جدا وانت من اكثر الاشخاص او من اكثر الابراج اللي رح تستفيدوا بالفترة القادمة لانه رح تعطيك مليء او تعطيك طاقة عالية جدا او تجد نفسك مليء بالطاقة والرغبة في التنقل والسفر القريب والبعيد والقيام برحلات مباشرة بتكون يعني ذات طبيعة صادقة وصادمة ايضا في نفس الوقت ممكن تحاول يعني انك هيك تقلل من اتصالاتك في مراحل ولكن رح تجد نفسك عندك اتصالات بكم عالي جدا ما رح تحاول انك تجامل احد ممكن تفتقد بعض الدبلوماسية في كثير من هذا الشهر وتكون صريح لدرجة كبيرة تجير كثير من الاتصالات العملية للضبط وتنظيم الامور المتعلقة فيك الطلاب اللي بالمدارس بيجدوا انفسهم بيضعوا برنامج دراسي للسير عليه اللي بيرغب فيه شراء سيارة او اجهزة الكترونية فهاي الفترة المناسبة لذلك يعني نشاط واتصال قوة اقناع تجارة كلها هاي تستفيدوا فيها برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هنا دخول الشمس رح يكون على بيت المال بيتك الثاني فهو بيمدك بالطاقة اللازمة لكسب المال من مجهودك الشخصي او من عملك اليومي او من عمل اضافي ومكاسب فرعية كثير من الفرص في هاي الفترة للمكاسب المالية يعني بمعنى اخر فترة بتدل على امور جيدة جدا ممكن تحل فيها بعض المسائل المالية اللي كانت عالقة ممكن عمليات مصرفية او معاملات بنكية او اموال مستحقة سابقا تستردها يعني او بعضكم ممكن يفكر في منصب بشكل عميق او فتح مشاريع جديدة يعني تتوضح الامور بشكل واضح تماما ولكن حاذر من المغامرات المالية الغير محسوبة او التعامل مع اشخاص غرباء عنك برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا نرجعه من عيد اللي ما بسمعوش المقدمة ما بسمعوش اني انا ولد لما وليد برج الدلو كل عام وانتم بكل خير لانه لازم نعيد عليكم بما انها فترة اعياد ميلادكم ووجود الشمس في برجك يعني انك راح تعود لنشاطك المعهود شيئا فشيئا وانه بس يوصل عيد ميلادك بتسترد قدرتك على التأقلم مع الوضع الجديد بتمنحك الشمس القدرة على الانضباط والتفكير العميق عليك ترتيب امورك من جديد حل كل النقاط العالقة بالسنة الماضية ابدأ مرحلة جديدة بحياتك لا يمكن الانطلاق دون ان تنهي ما تراكم من قبل استفيد من الجو الفلك الايجابي لا سيما مع وجود الزهرة وعطارد في اماكن قوية دعملة اليك وهناك من يجد او يسترد اشياء مفقودة من فترة طويلة برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا دخول الشمس لبيت المتاعب يعني هاي الفترة الصعبة كل سنة بنفس التوقيت هي فترة صعبة عليك ليش؟ لانه الشمس يعني بتستثنيك تماما من طاقتها بالعكس هي بتضعك في امتحانات واختبارات اللي تغرب كل الماضي او الاشخاص العالقين في حياتك يعم تمسكهم بتكبهم ورا ظهرك هيك عشان تبدأ سنة جديدة اول ما توصل الشمس لبرجك خلص دك تستغني ادولة الف مبروك يعني بتكملوا معنا السنة الجاي هيك هي معناها فعشان هيك بينعاكس عليك هذا الشيء بشكل سلبي لانه الطاقة اللي بتجيك من هذا البرج بتكون اضعف اشكالها واكثرها سلبية بالنسبة لا اليك ولا سيما في المجال الصحي ممكن تتعرض لانتكاسة صحية او لامراض طارئة او ممكن تقلق شوي من بعض الامور الوسواس والقلق رح يسيطر عليك ودك تنتبه من اي النقطة عليك الانتباه لصحتك بشكل كبير واتباع برامج غذائية دقيقة والابتعاد عن كل شيء بيحاول انه يستفزك وبرضو ابعد عن اي محاولة لخرق القوانين ايا كان شكلها لانه ممكن تعاقب على هذا الموضوع بطريقة ما انتبه من العلاقات الخفية لانه ممكن تضر فيك بشكل كبير هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء